اشتركوا في القناة 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 يجب أن يطرق الباب. يسيرون. يسيرون. لا صحيح. يسيرون داخل المجاليس اللي اليوم كانت تشاهدون مدينة الدار بيضاء. اليوم كان نقول لك سيبوستاء. ولا مشروع. ولا مشروع واحد اليوم. ولا مشروع واحد اليوم. بالنسبة لك ما هي الأولويات اللي يجب أن نتكبع لها داخل المقارنة؟ 3 ميل فات. الأولويات هو المشاريع السابقة تصمر. تبدأ. هي الكلية الملحقة اللي كانت تجرب المجلس السابق. واتفاق اللي دارت مع الجامعة الحسن الثاني. ومع السيد العامل تشكور. انه وقع عليها واشتر عليها. مشارك المستارة اللي كانت تخصت بشي. هذا الكلية. جوج البنية التحتية اللي كانت. المرافق دل قاعة المغطات وذلك شي. خصوية اكتيفة. خصوية يخرج الوجود. يبدأ في الاترافو. ثالثا خص شواريع. والعزقاء يتم عمليات الزفيد ديالة. الآن إلى حدود ساعة. ما كانش ولا شاريع. ولا زنقة. ولا كما نقوله تم تزفيد ديالة. سوق المسيرة ما سيبه الشرك أولوي. سوق المسيرة دبا مشيتي لسيبوستة وحد موضوع خر. هذا الموضوع للسوق المسيرة. هو سوق تم لي سنوات. في تدخل واحد من جموع للإخوان. سوق المسيرة. في تدخل مجموعة المتدخلين. في السلطة المحلية. في مقاطعة. في الانضياش. في العمران. في وزارة الداخلية. في الجامعة. هذا مشروع سهل. مشروع كبير. وهم يريدون أن يكون هنا. هذه المناسبة من الأولى الأولويات. إذا أردنا بحاجة إلى الناس. لم تتعرض يمكنك إستساق. وفق القانون التنظيمين 2013-2013. لأن المجالية المنتخبات يطال مقاطعات. لن تتعرض كل شيء. هناك مشروع يجدون في كترة المتدخلين. في هذا المشروع يجد إعادة لهيروين. يجدون أن يكون هناك كترة المتدخلين. ولكن ضروري يجب أن يتحلق القليل الحل. هذا الموجود في نفو الطراب. يجب أن يجب أن يدافع. هم نواب البرلمانيين. لدينا ثلاثة نواب البرلمانيين. محمد حداري تجمع الوطن الأحرار. محمد حداري تجمع الوطن الأحرار. يجب أن يرحلوا بناتهم و يجب أن يدرجوا مدكرة إلى وزارة الداخلية ومنها وزارة السكنوسية المدينة. يجب أن يرى الحلول التي تنسيق مع السلطة المحلية في نفو الطرابي وستيد العامل. ومع أسائل المجالس المنتخبات. محمد حداري مقاطعة ناف. ومحمد حداري رئيس مقاطعة سيد اعتمال. ويجب أن يكون هناك مواقبة ومواقبة أو التتبعات. ويجب أن يتضر الأمر من هنا أو من هنا وفي السلطة المحلية. ويجب أن يتواكب هذا الميلف. لأن الميلف ليس سهل على السيبوستا. ميلف كبير. وهناك أتفا سكانية ونسألون من الناس الذين يستخدمون من الألف. لذلك هذا المشروع ليس سهل. فسأل عن ذلك. سأكون تتمدن المشاعدة التي تجعلها. ديكلف انقاتلي شريع من Berry ambost At produzir وغير من سماties شريع قوات المساعدة اقدم شريع قوات المساعدة في القوات المساعدة بسببع مقاطعة القوات المساعدة نشكره السيد العامل أولاً ونشكره باش منضيعه الحق ديالو الساد المنتخبي ليجروا فد الميلف وانا وقال لك من جراء لاو أجر من لاو أجران هانا قوله ما تسيد لك ما أجر الله يجازيكم بخير مشكورين أنه تم عملية تزبيج عملية تبليد يالو الله جزب ولكل يوم عب قادر صهراوي أصبح من ضمن الشوارع الرئيسية وربما من الشوارع المركزية وعلى محور الجهاز الشرقي المدينة تضار بيدعب نقوله ده برد كلي يجب تطمي الليل وطلع السبيت وحايا الصناعي كلها ممر الحاياوي أصبح اليوم قدرتك عن الحايا الصناعي من كش نسأليه الحلقة قبل ما تنظروا على المنطقة الصناعية تعمل الرشيد علش المقاطعة يعني البعض يقول ما خصدت السفد من المنطقة الصناعي ديال وهذا المشاريع والأولويات التي تسادر عليها من كش الدار بلا فلوس يعني دولتي على المنطقة الصناعية يسي وسطة بشكون معاك صارح بعد مناسبة نرى العضو في اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية تنمية الشريعة المستوى عمالات مقاطعة مرايشيد ولسيمات دائرة الحضرية تلحي الصناعي وأنا من فاعلين جمعويين اللي كنت من أول عضو في اللجنة من أول بداية ديالها المرحلة التالتة وتمتغير ديال تشكيل اللجنة وأنا بقيت من الصمر نظراً ما غير نزكيشاً بهذا الشيطان لالناس مسؤولين كذلك العمل لدينا فئة الشباب كتير عنش ملاشيط مقارنة ملاشيط متستوى من طاقة الصناعية ديال مشيت لعدة مرات الاجتماعات دياللي جاء وكن دافع وأنا كان عندي جرأة حيث كانت عندنا نمت مقارنة تمشيطة الجمعية كتمتل الميهانيين تماما ومع مرة حضرات معنا وكانت تعديل جرأة والقوة بشكل دور كانوا اكترافوا في المشامعة المدينة وحيدناها في تشكيل اللجنة التي تم تحيد هذه الجمعية التي تغيب دير الدور حيما كنت يسعطينا قلت لي وانا شخصيا لا يمكن شباب المنطقة وأبناء المنطقة خاصوا من السبب المنطقة للحيث الصناعي لعدة اكتبارات أولوها كينشدوا لي دي بون في تكوين المياني ذلك بشكل دي بون في تكوين المياني من يجد أن يقلب للحظة على السوق تكوي المياني نعم بن تكوي الميانية تكوي الميانية كلمة التي تدعينا من جمعية الميانية لدينا حاجة بالسوق بدون سدالنا وإذن ينرىраж بالنسبة لحظة على السوق تكناقنية مدة ثلاث سنوات من تخرج لسوق المنطقة والاستاج يتم ويخرج هنا وتسهل علي عمالات التنقل من لا يعطي الأسفل على الحيث الصناعي ومع مرات فن المنطقة يدخل منطقة الصناعية. وفي ذلك يدخل منطقة الصناعية. منطقة الصناعية الصناعية الصفدات لا تقلل. اليوم هذه المقاربة لم يكن المسواجة في منطقة الصناعية. لماذا؟ حيث كانوا رجال أعمال تب وأعوذ أصحاب المصانع. لا يريد أن يجيب أحد في الفور مال. يريد أن يجيب سيدة وليحسن العوان. يستغلونها. ويستغلونها. اليوم هنا سيد رئيس مقام طاعة مولاي رشيد. تبقى القانون التنظيمي 113-114. اختصاص المجلس. فتح علاقات مع القيدعاء الخاص. ونريح مع هذه الجمعية. لقى سيغة توافقية. مجلس يدفع الساكينة. يدفع جفئة الشباب مع الجمعية المهنية. وحتى الضرورة مع التكويل المهني. كالطرف يحضر. مجلس يدفع الصلاحية. يدفع قانون التنظيمي. لا أظن أن يتحمل في المسؤولية. لا أظن أن السيد العامل. ولا السلطة المعنية. يدفع المجلس يدفع المبادرات. يدفع فرص الشغل. فضل الوقت. ستعرف مجموعة من مشكلة على البطالة في المنطقة. هذه المنطقة هي البطالة. يدفع الفقر المعويز. الفقر المعويز. يجب أن يكونوا واضحين. يدفع المعويز. يدفع المعويز. يدفع الشباب. يدفع المعويز. فعلى المعويز. يدفع المعويز. يدفع القانون التنظيمي 13-17. لأنه لديها اختصاصات. هناك اختصاصات الذاتية. اختصاصات مشاركة ومنقولة. والذاتية هي المجليس تستطيعها. والمشاركة بين ، لاتجب المؤسسات الأخرى. الله يرحم منك الوالدين بمعية السلطة المحلية. المنقولة هي التي تتصل. تصل على fürدائها. فعلى ديالة القرارات تصل على القرار. لتصل على من وزارة الداخلية من هنا. من هنا كفاعل جميعه في المنطقة كل نشط مجلس مقاطعة موليرشيد الحالي المشكل من حزب العصر المعصرة في صيفة سيد محمد جبيل الرئيس وحزب استقلال مشكل من النيابة السي حسن أخشان والسي عزيز فاضي حزب الحركة الشعبية والأحزاب الأخرى المشكلة لديهم جميع الصورة التي تغفر عليهم يتركوا البيبان في الجهة في مجلس العمالة وفي مجلس الجامعة ولم ننسى واحد النقطة الأخوان لا يخبقوا يخرجوا للنور ويقولوا مجلس العمالة جبنا في مجلس العمالة أغلب المشاريع المشاريع السيئة الجماعية وكان عرضها تكون موافقة ديالا مع السيد الوالي ويتنسى مع مؤسس محمد الخاميس ومؤسس محمد السادس ومؤسس الحسن ثاني في مجلس العمالة كل ما هو اجتماعي محض على مستوى عمالة الدار بيضاء يتم إدراجون الله يجعلون تراب مقاطعة الدار بيضاء يتم إدراجون عليها حيث تسبب مليون ساكنة ديال العمالة الدار بيضاء مقاطعات ستاشتغل من ديال الدار بيضاء مقاطعات ستاشتغل من ديال العمالة الدار بيضاء مقاطعات ستاشتغل من ديال العمالة الدار بيضاء مقاطعات ستاشتغل من ديال العمالة الدار